سعيا من مصر نحو زيادة جهزية جميع الدول بالمنطقة للتعامل مع الظواهر المتطرفة كالسيول والجفافة التقى وزير الموارد المائية والريه محمد عبد العاطي المبعوث الهولندية وذلك ضمن برنامج رئاسة مصر لمؤتمر المناخ القادم وقد أشاد عبد العاطي بالتعاون الطويل القائم بين مصر وهولندا في مجال المياه والذي يعود إلى 46 عاما منذ تأسيس المجلس الاستشاري المصري الهولندي لإدارة المياه عام 1976 مشيرا إلى أن هذا التعاون يعد إحدى العلامات البارزة للتعاون المتميز بين الدول كما وجه الدعوة للمبعوث الهولندي للمناخ للمشاركة في فعاليات إسبوع القاهرة الخامس للمياه والمزمع عقده خلال الفترة من السادس عشر وحتى التسع عشر من أكتوبر المقبل تحت عنوان المياه في قلب العمل المناخية ترجمة نانسي قنقر